لا أحبه ولكن لا أستطيع أن أستغني عنه ربما هذا هو شكل العلاقة بين روسيا وأوروبا الغاز الروسي يتدفق إلى أوروبا وهي صفقة رابحة للطرفين لكن هناك دائما ما يعكر الأجواء بين الجانبين هذه المرة عنوان الأزمة بين روسيا وأوروبا تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني وصل الأمر بوزير الكتارجية الروسي سارجي لافروف لأن يقولها صراحة أن العلاقات مع أوروبا آخذة في التدهور وليس في وسع موسكو أن تفعل شيئا حيال ذلك كما يقول فهل تستمر العلاقة الأوروبية الروسية في حالة الشد والجذب هذه؟ أسأل ضيفي من باريس أستاذ العلاقات الدولية الدكتور فادي شاهين دكتور فادي فعلا موسكو تتساءل لماذا دائما في مواقف أوروبية ضد موسكو عقوبات تفرض على موسكو؟ رغم أن المفروض أن الحرب الباردة انتهت والمفروض أن يتم كسب موسكو وروسيا إلى الصف الأوروبي مثل ما يحدث في العديد من التعاون في مؤسسات دولية كثيرة بين أوروبا وروسيا لماذا أوروبا تعادي روسيا؟ نعم شكرا لكم على هذه الدعوة لنعود قليلا إلى التاريخ بعيدة انهيار الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينات حصل نوع في أوروبا من الازدراء لروسيا هناك كان من قبل السياسيين الأوروبيين كان هناك نوع من أهمال روسيا كان هناك فورة في أوروبا بالعموم وصلنا إلى قضية العملة الموحدة الأوروبية في 98 كان هناك نوع بحلم كبير في أوروبا دون إشراك روسيا المنهارة والغارقة في الفساد في ذلك الوقت دون إشراك روسيا في هذه العملية وأكثر من ذلك حصل ازدراء وعدم اهتمام بها ولسيما في موضوع يغزلافيا عندما فعل الأوروبيون ما يشاءون في حرب يغزلافيا بعد ذلك عندما جاء الرئيس بوتين إلى السلطة حصل نوع من فورة روسيا وخصوصا بعد التدخل الغربي في ليبيا ووقوف روسيا ضد قرارات الأمم المتحدة مرات عديدة في سوريا إذن هنا كانت علامة فارقة وأرادت روسيا أن تثبت نفسها على الساحة الدولية وحصلت الإشكالية الأكبر وهي ضم جزيرة القرم والتدخلات في أوكرانيا وهي كانت ضربة قاصما للعلاقات الروسية الأوروبية وهذا كان في عام 2014 فقط لأنه الفكرة هناك الموضوع في عام 2018 حصل أيضا تسميم المعارض الجاسوس الروسي السابق في بريطانيا وهذه كانت صفعة قوية جدا للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي حيث تم طرد دبلوماسيين روس من بريطانيا وحزت دول أوروبية أيضا حزوا بريطانيا وتضامنا معها وتردت أيضا دبلوماسيين روس إذن هذه التطور العلاقات كانت تجري بشكل متدرج نحو الهبوط واليوم نجد أننا أمام منعطف خطير جدا وهو منعطف قضية نافاني وروسيا هي الآن بين نارين نارين لا تستطيع أن تعطي حل في هذا الملف دكتور ما كنت أريد أن أقوله أنه في البداية كان هناك خطط للنيتو لتكسير قوة روسيا معتبرته روسيا على الأقل أنه ثورات مخملية في أوكرانيا في غيرها في حديقتها الخلفية جورجيا أذربيجان ذهبت مع تركيا في علاقات يعني كان الناتو يدخل هناك الآن في مسافة بين الاتحاد الأوروبي وبين الناتو لماذا حتى الآن الاتحاد الأوروبي دول الأوروبا تسير ضد طيار موسكو بدلا من أن تسير معها لأنه في مصالح اقتصادية قوية مثل الغاز نعم هناك مصالح قوية جدا بين الطرفين الغاز أولا وروسيا السوق الاقتصادية الكبيرة لأوروبا ولسيما ألمانيا السوق سيارات كبير جدا لكن تبقى العلاقة مع الولايات المتحدة أيضا بيضة الميزان في هذا الموضوع تحاول الأوروبا أن تتخذ مسافة من هذه العلاقة وتكون بعيدة بنفس الوقت أوروبا خائفة يعني هناك مشاعر متناقضة خائفة من الدب الروسي من القوة العسكرية الروسية لأن الروس تاريخيا دائما يتكلمون فقط بلغة القوة هذا تاريخيا معروف بالنسبة لأوروبا وبالتالي يخافون من هذا الموضوع بالإضافة إلى هناك عوامل أخرى كثيرة مثلا قواعد حلف الناتو ونشر الصواريخ في زمن الرئيس أوباما هذه كانت قضايا حساسة جدا للروس ما كانوا يريدون أن يكون هناك قواعد صاروخية في بولونيا وكما قلتم أيضا السورات التي دعمت من قبل الاتحاد الأوروبي السورات المهملية كلها اعتبرت لعب كما قلتم في الحديقة الخلفية لروسيا وبالتالي هناك علاقة حب وكره في نفس الوقت دكتور فادي في دقيقة وأقل هناك من يعتبر أن الاتحاد الأوروبي يكيل بمكيالين يعني روسيا تسمم معارضها فتقوم الدنيا وعقوبات مثلا تركيا نص المعارضين في السجون لكن الاتحاد الأوروبي يهمل تماما ملف حقوق الإنسان في تركيا ألا يوجد ازدواجية في المعايير بالتعامل مع روسيا وتركيا نعم صحيح بهذا الملف هناك خصوصية خاصة لروسيا باعتبارها أولا عضو في حلف الناتو واعتبارها تعتبر كبوابة كبيرة جدا ومهمة جدا لقدوم اللاجئين للأوروبا إذن تركيا تعرف يعرف الأتراك كيف يلعبون على هذا الوتر ويستثمرون ذلك بشكل كبير جدا في ابتزاز أوروبا لديهم سياسة ولديهم تاريخ طويل ومديد في هذا النوع من السياسات سياسات استجلاب المال عن طريق الابتزاز وبالتالي هناك فعلا ازدواجية بالمعايير أنا موافق معكم في هذه الفكرة لأن المواقف التي تتخذ ضد روسيا أكثر عنفا من المواقف التي تتخذ ضد تركيا شكرا جزيلا لضيفنا من باريس أستاذ العلاقات الدولية دكتور فادي شاهين